السلام عليكم هذا الفيديو الثاني لونتي 3 من مالة الحساب الذهني بديك تجلس الجلسة السليمة يعني تحت كتاب المنتل فوق كتاب الأباكس الأباكس محطوط بهاي الطريقة ومصفر ألمك لرصاص بإيدك اليمين ماسكو استعمال حركة القن أما بإيدك الشمال الحركة الجديدة اللي احنا تعودنا عليها اللي هي الروت قبل ما أبلش خليني أعطيك مراجعة سريعة للي صار المرة الماضية المرة الماضية اعطيت مقدمة عن يونتي 3 فهمتك انه احنا انتقلنا من خانة الاحد عم ننتقل لخانة العشرات وحكينا بخانة العشرات بنحتاج اشي بيسموه الكوزنز اللي هم أولاد العام نبحتك على شغلتين حكيتلك انه الكوزنز لازم تكتبهم عندك بكتابك الأباكس وبعدت ارفقت الصورة مع الفيديو وقالتلك مش بس كتابة لازم حفظ والشغلة الثانية نبحتك عليها انه لازم كتير نتمكن من حركة الربط لانه هي كتير هتساعدنا اليوم رح يصير عبارة عن تطبيق لكل الشرح اللي شرحناه المرة الماضية فاليوم فعليا رح يبين مين اللي سمع الفيديو المرة التانية ومين يتدرب على الفيديو عشان هلأ رح نبلش نشوف اللي فهم وستوعب الفيديو او اللي لسه عنده مشاكل بالكوزنز عشان اليوم انحلها افتح الكتاب الاباكس على صفحة رقم 30 يونت 3 احنا عم نحكي عن يونت 3 رح نفتح صفحة 30 ركز معاي كتير منيح ونا عم نحل هاي المسائل عشان تكون قادر كتير منيح حلوة المسائل لحالك هلأ زي ما احنا متعاودين لما نبلش نحل اي صفحة لازم طبعا نكتب date و time فبديو 5 minus 2 و plus 9 اول اشي شو بعمل بعمل gun بنزل 5 بعدين حكتلي minus 2 انا بناءا من اليونت الماضية minus 2 لازم هون يكون عندي ناقص اثنين وانزلهم انا ما معاي ناقص اثنين وانزلهم بلجأ موضوع ال good friend بسأل ال minus 2 فقولها مين صديقك يا minus 2 بتقولين انا صديق الثلاثة واتجاه حركتك لفوق ولا لتحت بتقولي لفوق ليش لان العملية طرح وهذا الحكي مشروح باليونت 2 بروح شو بعمل بروح حكت اوكي بعلي ثلاثة وبعلي معا الخمسة ليش لانو حكالي انت عندك ثلاثة بدك تعليهم فبعلي الثلاثة وعليت الخمسة نا هون خلصنا نا هون من اليونت الماضية هلا رجعت حكتلي زيدي 9 انا ادرى ازيد 9 لا مش ادرى ازيد 9 وانا عندي هون مستهلكة يعني انا ما وزبط هون استعمل 9 لانو 5 وواحد 6 انا بدي 9 فانا هون مش ادرى ازيد 9 بروح الالجاء للخانة اللي جمها بسأل التسعة تسعمين ابن عمك لاني ما اني عم بروح للخانة اللي جمها يعني فيه ولاد عم تسعمين ابن عمك بتقولك انه ابن عمها اللي هو الواحد اللي بنتمي للعشرة فبروح بعلي بحركة الربط بعلي واحد وشو بعمل بيعلي عفون عشرة وبنزل واحد صار الجواب انا عندي اوكي 12 صار الجواب 12 هاي 12 ركزوا معي هو شوية الموضوع اوله صعب بس بدك ممارسة فعليا مده مش بس ممارسة منك بده كمان متابعة من اهل انك انت عم تطبق فطوهات الفيديو صح خلينا حللك كمان ثالث مسأله عشان تفهم علي اكتر بصفر عدادي المس حكت لي 7 حكت لي 9 انا مش قادر هون ازيد 9 قادر ازيد 9 مش قادر بروح بنتقل على خانة العشرات يعني عشرات يعني بسأل التسعة مين ابن عمك بتقول لي واحد فبعلي العشرة وبنزل ابن عمها الواحد ركز شو ميت عليت نزلت عليت نزلت عكس بعض اوكي بعدين المسئل خانة السؤال بعده حكالي ناقص 5 فبطلع الخمسة فهيك صار الجواب 11 تمام هيك احنا اتعرفنا على ولاد عم العدد 9 وحلينا اول 3 مسائل الباقي بدي يكو تكملون اياه بناء على ولاد عم التسعة زي ما حلينا اول 3 مسائل ركزوا معاي عسطر التحت السطر التحت رح ناخد ولاد عم اعداد جديدة رح ناخد فعليا ولاد عم العدد 8 طالعوا علي انا كيف حل اول مسئلة عشان تعرفوا كيف رحها تحلوا الباقي مثلا اشوف اول مسئلة اول مسئلة الي هي 3 طبعاً أنا بعمل gun وبعمل rabbit حكتلي المسة 3 بعلي 3 5 بعدين حكتلي 8 ما معي مجال أزيد 8 رح أضطر ألجأ لخانة العشرات بسألي 8 مين صديقي عفواً مين ابن عمك بتقول لي حسب اللي إحنا حفظناه هو 2 هو ابن عمهم فالعملية عكسية رح يصير كالتالي أعلي 10 وأوطي 2 صار الجواب قدم صار 16 16 تمام هيك بصير معانا الجواب 16 تمام خلينا أفرجيكم المسألة اللي جامها كيف بقدر أحل المسألة اللي جامها نفس الفكرة ولادعم 8 مست بعمل gun وبعمل rabbit المست حكتلي 2 حكتلي 8 أنا ما معين مجال أزيد 8 بطر ألجأ لخانة العشرات بسأل 8 مين ابن عمك بتقول لي أنا ابن عمي 2 بنقعلي 10 وبنزل 8 أوكي بحركة رؤية عليت 10 ونزلت 8 بعدين حكتلي plus 4 بزيد هاي 4 بهاي الطريقة فصار معانا قداش الجواب 14 الفكرة كتير بسيطة بس بدياك انت تمارسها بناء علي كمان باقي المسائل بدياك تمارسة زي ما أنا مارستهم هيكونوا عليك واجب هلا عشان نفهمي فكرة الولاد العم أكتر ونمارسها أكتر رح يصير كالتالي ما رح أخلي بس عليكم تكمالة هاي الصفحة رح أخلي عليكم أو رح أشرح لكم كمان ولاد عم جداد لشان انتوا تمارسوهم بطريقة نيحة يعني لو أنا أفرجيك على هاي الصفحة عشان نفهم فكرة الولاد العم أكتر أنا فعليا رح أنتقلكم للصفحة اللي جمها رح نتعرف على ولاد عم جداد نحلهم بطريقة كمان جديدة ونشوف كيف نقدر نعطر إجبات دقيقة وصحيحة لو ننتقل على الصفحة اللي جمها مباشرة عنوان درسنا هو plus 7 equal 10 minus 3 والجزء الثاني 6 plus 10 minus 4 بالمختصر رح نتعرف على ولاد عم الرقم 7 ولاد عم الرقم 6 رح نتعرف كيف رح نقدر نحسب عليهم الموضوع كتير بسيط زي اللي عملنا غاد رح نعمله هون بس بولاد عم إجداد السطر الأول زي ما إحنا متعودين السطر هادا ما بحتاج لعداد فإنتوا لازم تحلوه بسرعة 18 11 هون طبعا 15 حطيناها هون بنحط 1 بالعشرات والأحد بعد أكم خلزة معاي أنا هون معاي 5 6 7 17 وبكمل الباقي 19 19 وبكمل باقي السطر أنا مش حابة أحلو باقي لاني بدي أشوفكم انتوا وانتوا بتحلوه فهذا السطر الباقي انتوا هتكملوه نفس المنهجية اللي أنا علمتكم مياها كتير بسيطة طب خلنا نشوف الأسئلة التحر أول مسألة بحكي لك 4 بلس 7 بلس 2 كيف بقدر أحل gone ربط عدادي مصفر وجالس الجلسة السليمة حكتلي بس 4 بعلي 4 حكتلي 7 قادر أنا أزيد 7 بالأحد لا بسألي 7 مين صديقي ك7 مين أبر عمي ك7 بتقول لي اللي هو 3 بروح بنزل 3 وبعلي اللي هي 10 بعدين حكتلي زيدي كمان 2 صار الجواب هيك 13 المسألة بات عشان توضح الصورة أكتر حكتلي 5 minus 2 7 بعمل gone بنزل 5 minus 2 طبعا minus 2 من unit 2 إنه هدولة الأصدقاء ف minus 2 مين صديقة بنسألها minus 2 أنت مين صديقك بتقول لي اللي هو الثلاثة واتجاه حركتها لأعلى ف بعلي ثلاثة وبعلي معاها الخمسة بعدين بحكولي 7 أنا مش قادر هنا أزيد 7 بروح ل الكوزنز بسألي السبعة من ابن عمك بتقول لي اللي هو ثلاثة فنزل ثلاثة وبعلي الواحد فصار الجواب 10 وهكذا منكمل لباقي المسائل تمام خلينا نشوف كمان ابن عم تاني كلنا نعطيهم نفس الأفكار بس بدها ممارسة مش هاناك أنا عم بعطيك حقك إنك بتمارس باقي المسائل لحالك عشان تكون عندك صورة واضحة خلينا نشوف ننتقلها تحت تحت المسألة تحت شو بتحدي لك بتقول لك 9 6 2 كيف بقدر احلهم بصفر عددي بعمل gone بعمل ربط حكتلي 9 عليتي 9 خلصنا خانت الأحد طلعوا مستاهلك تماما حكتلي 7 أنا مو قادر استعمل أحد لأنهم مستاهلك تماما بطر ألجأنا القزنز لأولاد العم بسألي الستة مين ابن عمك بتقول لي 4 و 4 فبعلي 10 وبوطي ال 4 بعدين حكتلي زيدي كمان 2 بزيد كمان 2 قد صار الجواب 17 هون 1 بالعشرات وهون لو ننعدهم 7 بالأحد ف17 اللي هو 17 أحل كمان مسألة خلتوضح الصورة لأولاد عم الستة المسألة اللي جنبها 7 2 6 عليت 7 بعدين المسألة كتلي 2 يعني هي خلصت كامل طلع حانة الأحد كامل مستهلك عندي خلصتها رجعت حكتلي علي 6 أنا ما معي مجال أعلي 6 بخانة الأحد بنتقل للقزنز هيني كل مسألة عم برجع أعيد أنا شو فكرت عشان توضح الصورة للكل ما معي مجال أعلي الستة بنتقل لخانة العشرات للقزنز فبروح أسأل الستة مين إبن عمك بتقول لي الأربعة بوطي بعمل طبعا ربط بوطي الأربعة وبعلي العشرة ركز شو عملت وطيت عليت وطيت عليت عكس بعض لأنهم قزنز وبالنهاية طلع معاي الجواب اللي هو 15 تمام الواجب اللي عليك الواجب اللي عليك إنك إنت بدي إياك تكملي الصفحة اللي جاء الهون وبالإضافة تكملي هاي الصفحة رجاء مارسوا كتير كل ما بتمارس كل ما بتكون متقن كتير الموضوع كتير مسلني وكتير ممتع مارس وحل هاي الصفحات عشان تتقن الموضوع أكتر ويعطيكو العافية ترجمة نانسي قنقر